اشتركوا في القناة وان التحديات الراهنة على مستوى العالم تتطلب مد جسور التعاون والتقارب بين الدول للمضي قدما في تحقيق الاهداف المشتركة لحفظ الامن والاستقرار ودفع جهود التنمية لخير الانسانية جمعا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الاغذيبي صباح اليوم السيد شي تين هونغ سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى المملكة حيث اكد سموه هو عمقى ومتانة علاقة الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين وتميزها في شتى المجالات بما يعكس الحرص المتبادل على توطيد اطر التعاون المشترك وخلال اللقاء شهد سموه بتنامي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات متمنيا سموه لجمهورية الصين المزيد من التقدم والازدهار وفيما اثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الذي لعبه السفير الصيني لدى المملكة في دعم عراء التعاون الثنائي بين البلدين فقد تمني سموه له التوفيق والنجاح فيما سيوكل اليه من مهام من جانبه اعرب سعادة السيد شي تينغ هونغ عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعمه واهتمامه بترسيخ دعائم التعاون بين البلدين الصديقين معربا عن اعتزاز جمهورية الصين الشعبية بما يجمعها من علاقات صداقة راسخة مع مملكة البحرين متمنيا للمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء